وإلى الشأن الأفغانية حيث قامت حركة طالبان باستعراض عسكري في العاصمة كابول يوم الأحد وقد سبقه استعراض مشابه في قندهار في الثامن من هذا الشهر وفي استعراض كابول هذا شهد الناس عربات مدرعة وعددا كبيرا من الأسلحة أمريكية الصنع ووفقا لتقارير إعلامية المحلية فإن حركة طالبان استولت على هذه المعدات الأمريكية وخلال الاستعراض العسكري تحركت عشرات المركبات المدرعة أمريكية الصنع ببطء على الطريق الرئيسي في كابول وحامل العديد من مقاتل طالبان بنادق هجومية أمريكية من طراز أم فور ويبدو أن معظم الأسلحة والمعدات التي تستخدمها طالبان حاليا كانت توفرها الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الأفغانية السابقة لمواجهة طالبان